أم إسحاق من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول عندما أغتسل أتأخر في الاغتسال لأني دائما أشك أني لم أصب الماء على كامل جسمي إلى آخر ما ذكرت قصة أم إسحاق طويلة جدا وهي من الجزائر يا أم إسحاق من الجزائر بارك الله فيك فهمت سؤالك واتضح لي وظهر لي أن لديك وسواس عفاك الله من الوساوس ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز لك ويحرم عليك أن تبقي في الوسواس لأن الله جل وعلا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس فلا يجوز يا أخت الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع تعلمين مقدار الصاع الصاع أربعة أمداد هذه هذه أربعة أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل وأحيانا يزيد إلى خمسة أمداد عليه الصلاة والسلام ولذلك جابر بن عبد الله لما حدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال رجل عنده ما يكفيني فقال لقد كان يكفي من هو أوفر شعرا منك وخير منك كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اخت الفاضل أنت الشيطان شم قلبك وشاف وينت ركزين وينت وسوسين فما أتاك يمكن في الصلاة ولا أتاك في الاغتسال لذلك عليك أن تتق الله والإنسان إذا اغتسل تحت دش الماء الماء سيأتي إلى سائر جسده وهذا بلا شك بلا شك وشخص يبقى تحت الدش مدة عشر دقائق عشرين دقيق نصف ساعة ثم يخرج ويقول والله ما أدري يمكن هذا مجنون سامحوني أقول هذا الكلام حتى يعلم بعض الموسوسين أنه واقف على حافة الجنون حافة الجنون مثل ما ذكر لأحد العلماء جاءه موسوس وقال له أنا أغتسل في حوض الماء وأدخل في الحوض حتى أصل القاع قاع الحوض يقول أن غمس في الحوض حتى أصل القاع ثم أخرج وما أدري اكتمل غسلي أم لا أخشى أن يكون يعني بقي شيء من جسدي ما وصله الماء فقال له أنت لا يجب عليك غسل ولا يجب عليك الصلاة قال لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق أنت مجنون وأحيانا بعض الناس يحتاج إلى مثل هذه الخشونة في الجواب يحتاج إلى مثل هذا الكلام الذي يهز أركانه ويجعله ينتبه كيف الآن تمكثين ساعة ونصف ساعة تحت الدش ثم تخرجين دش الماء ثم تقول يمكن ما وصل إلى المكان الفلاني اتق الله خاف الله عز وجل وهذه رسالة لكل موسوس أن يخاف الله عز وجل ولا يجعل الشيطان يلعب به كما يلعب الصبي بالكرة الشيطان يسخر منك الآن ويضحك عليك الآن ويستهزئ بك الآن لأنه يلعب بك لعب كيف إنسان تحت الدش ويقول والله يمكن مكان شعره ويمكن مكان كذا لا 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 اتق الله ولا تتركي للشيطان مجال وسدي هذا الباب واقطعي هذا الطريق واقبلي على عبادك وطاعتك كما هو حال أمة محمد عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وكرر كان يغتسل بالصاع أربعة أمداد إلى خمسة أمداد وكان شعره كثيفا ومع ذلك يغتسل غسر الجنابة بهذا صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبعد عنك شر الشيطان أكثر ارقي نفسك ارقي الشرعية أكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم انزعي إلى اليقين للشك إذا جاءك الشيطان وقال بعد ما تغتسرين يمكن كذا قولي اخسع دو الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل الصلاة مباشرة بعد فترة من الزمن تجدين بأنك انتقلت من الجحيم إلى النعيم ومن الشك إلى اليقين ومن العذاب إلى الراحة خلاص راحا كالوساوس بارك الله فيك اشتركوا في القناة